موسيقى سنبدأ بأول فقرة لليوم والتي هي الحرف الحرف والكلمة ليس حبر على الورق الحرف يحفر بعقلك والكلمة هي سلاح البلد ولو كان الحرف مثل ما بيقولوا حبر على ورق ما كان خوفهم وما كان بيحسبوا له ألف حساب أوطان على أكتاف الحروف رحبوا معي بالكاتب أيمن لعتوم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الثري الثر بكم وفي حوالي عشر دقائق سأحاول أن ألخص ما يمكن أن يقال عن الحرف وأهميته أولا الحرف هو ما تبقى من الأنبياء فما تركه موسى التوراة وهو حرف وما تركه عيسى عليه السلام هو الإنجيل وهو حرف وما تركه محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن وهو حرف والأديان كلها تنتمي إلى الحرف وفي البدء كما في إنجيل يحنى في البدء كانت الكلمة والكلمة حرف وفي بدء ديننا في القرآن الكريم كانت أول كلمة إقرأ ليدل على أنها أهم كل مهم وأن ما دونها دون وأنها البداية وأنها المظلة وأن ما تحتها نابع منها فمن أراد أن يصل جسده الطيني بالسماء فلا يصل بذلك إلا عن طريق الحرف الذي هو في كلمة إقرأ التي همزتها همزة وصل فكأنها وصل ما بين الأرض والسماء الحرف هو ما تبقى من الأنبياء على هدى هذا الحرف كانت الرسالات وشكلت الأمم حضاراتها وشكلت الشعوب ثقافاتها فالحرف الذي يبدو بسيطا ليس كذلك ألبته وكلما صعد الحرف إلى أعلى كما في الهندسة اكتسب طاقة وضع أعلى كلما أخذ من القيم المثلى قيمة جديدة ارتقى منزلا جديدا فإذا أخذ من العدل ارتقى منزلة ثم إذا أخذ من المساواة ارتقى منزلة أخرى ثم إذا أخذ من الحرية ارتقى منزلة ثالثة فما زال يرتقي ويصعد إلى الأعالي فتزداد طاقة وضعه فيزداد تأثيره في البشر حتى يصل إلى ما نزلت به السماوات من حروف القرآن الكريم فإذا ردت لحرفك أن يكون مؤثرا ولكلمتك أن تكون ذات تأثير فعليك أن تملأها بالقيم بالقيم الإنسانية المثلى الحروف التي تتحدث عن الحرية وتتحدث عن العدل وتنبذ العنصرية وتنبذ الطائفية والمذهبية والعرقية وتجمع بين الناس هذه القيم المثلى هي التي ترتقي بهذا الحرف وترتقي بأرواح الناس جميعا والحرف أقوى من الرصاصة فأي قيمة للرصاصة إن لم يكن وراءها حرف يجعلها تنطلق من مكمنها فالذي أراد أن يحمس الشعوب وأن يجعل رصاصاتها تنطلق إلى أهدافها الحقيقية السامية كانت وراء رصاصاتها حروف دافعة قوية ولا أدل على ذلك من أن محمد صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك وروح القدس كما هو معلوم عند الجميع هو جبريل عليه السلام فكأن الشاعر صاحب الحرف يكون معه جبريل كما أن النبي يكون معه جبريل فالنبي يوحى إليه من الله تعالى كما أن الشاعر يوحى إليه فهو نبي الحرف فإذا كان حرف الشاعر والكاتب ذا رسالة مؤدية وقادرة على التغيير فهذا نبي في حرفه نبي في نثره أهجهم وروح القدس معك وكان ينصب إلى جانب منبره منبرا لحسان بن ثابت فكأن الشاعر أيضا كلمة يجب أن تقال من أجل أن تؤثر في الشعوب ولا أدل أيضا على ذلك من قولة صلاح الدين حين انتصر في حطين ثم انتصر بعدها في بيت المقدس فاجتمع الجيش أمامه وكان مزهوا بهذا الفتح العظيم وبهذا الانتصار الكبير فقال لهم قولة من الذهب أو تكتب بماء الذهب قال لا تظنوا أنني انتصرت بسيوفكم قال هذه القولة الصادمة أمام جيشه المنتصر قال لهم لا تظنوا أنني انتصرت بسيوفكم بل انتصرت بخطب القاضي الفاضل فالحرف هو الرصاصة التي جعلت سيوف المسلمين تقف هذه الوقفة وتقاتل هذا القتال إذن الحرف رسالة وأمانة ورصاصة والحرف هو الذي بعث في هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشهداء طاقتهم فقاتلوا على أرض فلسطين نستذكر في هذه الأيام آل الجازي الكرام من الشهداء والمجاهدين نستذكر حمد الجازي وهارون الجازي ونائل الجازي ومشهور حديث الجازي الذي كان بطل معركة الكرامة في عام 1968 مشهور حديث الجازي بطل معركة الكرامة في عام 1968 التي أعادت لنا كرامتنا ثم ختم آل الجازي الكرام بابنهم ماهر الجازي الذي استشهد على معبر الكرامة قبل بضعة أيام ثم لا ننسى طائفة من الشهداء كالنهر الممتد تبدأ ولا تنتهي من شهداء الأردن الذين رووا بدمائهم ثرى فلسطين الأبية نستذكر أول شهيد أردني على ثرى فلسطين كايد مفلح العبيدات الذي استشهد في عام 1920 ونستذكر بعده طائفة أخرى من الشهداء فراس العجلوني ومن القادة المجاهدين عبدالله التل الذي كان قائد معركة القدس في عام 1948 هؤلاء الشهداء هؤلاء المجاهدون حركتهم الكلمات الصادقة نفثت في روعهم وفي روحهم الطاقة الإيجابية لكي يقاتلوا الكلمة الصادقة إما من قرآن أو حديث أو شعر أو حكمة أو فلسفة هنا أو هناك وأختموا لقائي بكم هذا اللقاء السريع العاجل أختموا بأبيات كتبتها عن غزة أقول فيها من بحر غزة يطلع الثوار من بحر غزة يطلع الثوار والموت والطوفان والإعصار ففرش لهم ورد القلوب فإنهم سر وشت بجلاله الأسحار فهم إذا طلع الصباح ضياؤه وهم إذا جن الدجى أقمار آياتهم في العالمين طهارة وحمية وعزيمة وفخار غارت نجوم العرب دون مضائهم ونجومهم في المعمعات أغار بخلاء بالألم الممض وإنهم كرماء بالدم ثلة أطهار أرأيت قادة أمة أمثالهم رخصت على من باعها الأعمار بسقوطنا نعلو وهم بعلوهم سقطوا ونصمد والطغاة انهار نيران أهل الكفر جنة مؤمن وجنانهم يوم القيامة نار ولذاك يهوى الموت ولذاك يهوى الموت طفل ثائر إن الردى في شرعه أقدار شتان بين عقيدة لا تنحني وعقيدة عرابها الدولار وشكرا جزيلا لكم شكرا للمتاح